بخطوات سابتة تقترب مصر من التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة خطوة أكدها إعلان وزارة البترول المصرية بوقف استراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعدما تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الإسبوع الماضي ما يعني تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وطبقا لبيانات رسمية فإن مصر ستحقق وفرا قدره 1.5 مليار دولار سنويا بعد وقف استراد الغاز المسال كما بلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعب يوميا هذا الشهر مقارنة مع 6 مليار قدم مكعب يوميا في شهر يوليو الماضي واستوردت مصر 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في الربع الأول من السنة المالية الحالية وذلك بقيمة 500 مليون دولار فيما استوردت البلاد 18 شحنة من الغاز المسال في السنة المالية 2016-2017 بقيمة 2.5 مليار دولار كما استوردت 76 شحنة في السنة المالية 2017-2018 مقابل 1.8 مليار دولار بعد إعلان مصر التحقيق الاكتفاء الزاتي من الغاز الطبيعي تسعى البلاد إلى استغلال البنية الأساسية المتاحة لديها في مجال تسييل الغاز لكي تصبح موقعا في تصدير الغاز المنتج إلى أسواق البلدان المجاورة للنشرة الاقتصادية محمد عبد الحكم القاهرة